موسيقى في تدوينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي السيسي يثمن خطوة البحرين واسرائيل المهمة لإقامة علاقات دبلوماسية وطرامب يقول ان البحرين واسرائيل اتفاقتا على تطبيع علاقاتهما دبلوماسية تطبيعا كاملا مايك بومبيو يقول ان النزاع البحري بين اليونان وتركيا يجب تسوياته بطريقة دبلوماسية وسلمية موسيقى السبع صباحا بتوقيت القاهرة الخمسة بتوقيت جرانتش موعد لنشرة اخبارية جديدة تأتيكم من النيل اهلا بكم معنا مزيع الاشارة على الدين السيد نبدأ من القاهرة التي اقرى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالشيخ حمد بن عيسى عهل البحرين للتهنئة على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها بلاده مع اسرائيل والتي ستفتح افاق تحقيق السلام والاستكرار بمنطقة الشرق الاوسط واعرب الشيخ حمد بن عيسى عهل البحرين خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تقديره وامتنانه لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق الامن والاستكرار بمنطقة الشرق الاوسط كان الرئيس عبدالفتاح السيسي ثمن البيانة الثلاثية الصادر من واشنطن والمنامة وتل ابيب بشأن التوافق حول اقامة علاقات ديبلوماسية بين مملكة البحرين واسرائيل وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في تدوينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا الاعلان يعد خطوة مهمة نحو ارساء الاستقرار والسلام بالشرق الاوسط وبما يحقق التسوية العدلة والدائمة للقضية الفلسطينية في العاصمة الامريكية واشنطن قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان البحرين انضمت الى دولة الامارات العربية المتحدة في ابرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع اسرائيل اشكركم جميعا استدفت اتصالا هاتفيا تاريخيا بين رئيس وزراء اسرائيل بن يمين نتنياهو وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة كل الزعيمين عبر عن تعزيه للشعب الامريكي في ذكرى هذا الحدث المأساوي الفضيع الذي وقع في الحادي عشر من سبتمبر واود ان اشكرهما ولا رد على هذه الكراهية التي افرزتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا رد اقوى من الاتفاقية التي نحن بصدد التوقيع عليها وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان البحرين واسرائيل اتفقا على تطبيع علاقاتهم الدبلوماسية تطبيعا كاملا في ظل روح السلام والتعاون التي نعيشها الآن اتفق الزعيمان على ان تطبع البحرين علاقتها الدبلوماسية تطبيعا كاملا مع اسرائيل سوف يتبادل البلدان السفرات والسفراء وتدشين رحلات مباشرة بين بلديهما وابرام اتفاقات تعاون في عدد واسع النطاق من القطاعات تشمل الصحة والتجارة والتقنية والتعليم والامن والزراعة هذا حقا يوم تاريخي تم ابرام اتفاقيته سلام مع اسرائيل في الاثنين وسبعين عاما الماضية في حين ان هذه ثاني اتفاقية سلام نعلن عنها خلال شرع في السياق المتصل قال بن يمين نتنياه رئيس وزراء اسرائيل ان تطبيع علاقات بلاده مع البحرين يطلق عهدا جديدا من مسيرة السلام مواطن اسرائيل سعيد لابلاغكم اننا سنتوصل لاتفاق سلام اخر مع دولة عربية اخرى مع البحرين سوف تنضم الاتفاق السلام التاريخي مع الامارات استغرقنا الامر ستة وعشرين عاما للتواصل الاتفاق السلام مع دولة عربية ثانية وستة وعشرين عاما اخرى لابرام اتفاق السلام الثالث لكن الامر استغرق تسعة وعشرين يوما للتواصل الاتفاق السلام مع دولة عربية رابعة والمزيد سيأتي هذا عهد جديد للسلام السلام في مقابل السلام الاقتصاد في مقابل الاقتصاد لقد استثمرنا في السلام طوال سنوات عدة والآن سوف يستثمر السلام فينا وسيقودنا لاستثمارات هائلة في الاقتصاد الإسرائيلي وهذا مهم للغاية الإعلان عن التفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل يأتي بعد نحو شهر على اتفاق مماثل بين دولة الإمارات وإسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية البحريني سيوقعان إعلان السلام خلال مرسم توقيع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض في الخامس عشر من سبتمبر الحالي يجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل ويعتبر هذا التطور نجاحا ديبلوماسيا مهما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشارف انتخابات رئاسية يتطلع من خلالها إلى الفوز بولاية ثانية فتطبيع العلاقات بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومنهم دول الخليج هدف رئيسي ضمن الاستراتيجية الإقليمية للترامب من أجل احتواء طهران ويرى محللون أن اتفاق تطبيع علاقات البحرين مع إسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها معتبرين أن الاتفاق يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل ورحب مجلس الشورى ومجلس النواف البحرين بإقامة علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل ووصفها بأنها خطوة تاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة شدد في اتصال هاتفي مع رئيس دونالد ترامب الجمعة على ضرورة توصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم بين الاحتلال والفلسطينيين قائم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة وكانت البحرين قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسمح لرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات بعبور مجالها الجوية قال أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن إن زوال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط واعتبر أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن أن أثر اتفاق البحرين وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما يعتمد على ما ستقوم به الأخيرة أكد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الفرنسي إيمانوال مكران على ضرورة رفض كافة ممارسات التصعيد بمنطقة شرق المتوسط وشدد الزعيمان السيسي ومكران خلال الاتصال الهاتفي على أن تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط يمثل أولوية تستدعي التنصيق والتكاتف بين مصر وفرنسا في السياق المتصل قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية الذي يبدأ اليوم زيارة مهمة لقابروس إن النزاع البحري بين اليونان وتركيا يجب تسوياته بطريقة دبلوماسية وسلمية الرئيس دونالد ترامب كان في غاية الوضوح لقد تحدث مع رئيس تركيا راجل طيب أردوغان وتحدث مع رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسو تاكيس وفي كل مرة يقول إن النزاعات البحرية يجب أن تحل بطريقة دبلوماسية وسلمية ومن ثم سأعمل على ذلك المشروع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى قبرص اليوم السبت في محاولة لحل النزاع المتفاقم في منطقة شرق المتوسط في شكل دبلوماسي وسلمي على حد وصفه هي رسالة إلى موسكو بقدر ما هي رسالة إلى أنقرة التي تؤجج التوترات في المنطقة الزيارة تأتي بعد وقت قصير على رفع الولايات المتحدة الحظرة عن بيع قبرص معدات عسكرية المفروض منذ عقود ما أثار حفيظة تركيا التي ترى أن القرار الأمريكي يسمم جو السلام والاستقرار في المنطقة ويرى مراقبون أن قيام واشنطن بإظهار مزيد من الإشارات على موقف أقرب إلى اليونان وقبرص سيقود إلى مزيد من التقارب بين أنقرة وماسكو وقد يدفع ذلك تركيا إلى تسريع تفعيل منظومة S-400 التي أجلتها لتجنب حدوث توتر مع واشنطن ولا يمكن تجاهل أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى نيقوسيا تأتي بعد أيام من زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف الثلاثاء الماضي القرار الأمريكي برفع حضر السلاح رسالة إلى قبرص وروسيا معا عبر بوابة نيقوسيا لتجنب التواصل مع موسكو مع احتفاظ الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحساسة في قبرص إلى أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزود بالوقود والخدمات شن تحلف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم أستبت هجوما على هدفين للمتمردين الحصيين في العاصمة صنعاء وقال التقارير الصحفية إن الهجوم استهدف اجتماعا لقيادات حصية كان يعقد بمقر دائرة الهندسة العسكرية وجهاز الأمن القوي في صنعاء في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ذكرى الأمريكيين الذين واجهوا الإرهاب في 11 سبتمبر ستظل باقية إلى الأبد قبل 19 عاما انتصر 40 رجلا ومرأة على الإرهاب وقدموا أرواحهم دفاعا عن أمتنا أسماؤهم وقصصهم ستظل محفورة للأبد في سجل الأبطال الأمريكيين اليوم نحن نشود بتضحيتهم ونعرب عن حزننا العميق لنحو 3000 روح ثمينة وجميلة أخذت منا في 11 سبتمبر من عام 2001 من جانبه أشهد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بشجاعة الأمريكيين الذين أنقذوا العديد من الأشخاص عقب وقوع هجمات 11 سبتمبر هنا في البنتاجون نجل ونتذكر الأعمال البطولية العديدة وشجاعة الأشخاص التي منعت حصيلة الضحايا من الارتفاع أكثر فأكثر قرر الأمريكيون البواسل إنقاذ أرواح زملائهم الذين تكدسوا في المياه الراكدة لحماية أنفسهم من النيران الملتهبة وهم يلقون بأنفسهم مرارا بين الأنقاذ المشتعلة والحطام المحترق عمليات اختطاف الطائرات التي نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي هي الهجوم الأسوأ الوحيد على الأراضي الأمريكية في تاريخ البلاد لكنها كانت مناسبة أيضا مع اقتراب انتخابات الرئاسة كي يتبار المرشحان الجمهوري والديمقراطي لإظهار قدراتهم القيادية في توحيد دولة منقسمة بشدة في ولاية بنسلفينيا الموقع الذي تحطمت فيه إحدى الطائرات الأربع المخطوفة بعدما حاول الركاب استعادة السيطرة عليها أحيى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكرى التاسعة عشر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر التي خلفت نحو ثلاثة آلاف قتيل ترامب تعهد بملاحقة الإرهاب وقوى الشر مشددا على أن الولايات المتحدة لن تخضع لهما مشيرا إلى نجاح إدارته في القضاء على عدد من قادة الجماعات الإرهابية وزير الدفاع مارك أسبر أكد من ناحيته أن جهود من وصفهم بالأبطال الأمريكيين البواسل كانت وراء عدم ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات سبتمبر مؤكدا أن الأمريكيين لن يتوقفوا عن الدفاع عن أمنهم وعن أسلوب حياتهم في المعسكر الديموقراطي قام المرشح جو بايدن بزيارتين الأولى في الصباح في نيويورك للمشاركة في المراسم السنوية لذكرى ضحايا الهجمات ولم يلقي بايدن أي كلمة في موقع نصب جراوند زيرو للضحايا في منهاتن لكنه احتل شاشات القنوات التلفزيونية الأمريكية التي بثت هذه المراسم مباشرة كما سافر بايدن إلى تشانكسفيل في بنسلفينيا التي سبقه إليها ترامب لكن لم تكن هناك فرصة للقاء المنافسين إذ غادر ترامب قبل وقت طويل من وصول المرشح الديموقراطي وزوجته جيل ويقول مراقبون إن إحياء ذكرى هجمات سبتمبر تشكل حدثا تغطيه وسائل الإعلام بشكل واسع ومجرد الحضور وإظهار قدرة قيادية وتعاطف يسمح بتسجيل نقاط ولفت المراقبون إلى أن اختيار المرشحين لبنسلفينيا حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تعادلهما يعكس الحسابات الواضحة لديهما فبنسلفينيا هي مسقط رأس جو بايدن وبقيت طويلا ولاية ديمقراطية إلى أن رجحت كفة ترامب بفارق طفيف في انتخابات عام 2016 ما ساهم في فوزه على هيلاري كلينتون ويأمل الديمقراطيون في الانتقام في انتخابات الثالث من نوفمبر قال الرئيس الفانزولي نيكولاس مادورون تم اعتقال جاسوس أمريكي بالقرب من نصفتين في فانزولا عقب إحباط مؤامرة لإحداث انفغار في مجمع النفطي آخر اعتقلنا بالأمس جاسوسا أمريكيا كان يتجسس في ولاية فالكون على مصفتي أمواي وكاردون النفطيتين لدينا جميع الأدلة والصور والفيديوهات التي توصق ذلك هذا الجاسوس من مشات البحرية الأمريكية التي كانت تخدم في القواعد الأمريكية في العراق هذا بالإضافة إلى أننا منذ يومين قام فريق من الخبراء التكنولوجيين والمهندسين بإحباط مؤامرة لتفجير مصفات باريتو في العصمة الألمانية برلين دافع وزير الداخلية الألمانية هارست زيهافر أمام البرلمان عن موقف بلاده تجاه أزمة اللاجئين القائمة على جزيرة لاسبوس اليونانية لكن إذا كنا نحن في جمهورية ألمانيا الاتحادية نؤمن بأن بإمكاننا الوصول إلى سياسة اللجوء الأوروبية بأنفسنا فإن العام 2015 سيتكدر لأنه حينها لن يكون هناك حل أوروبي بعد الآن في السياق المتصل بدأت اليونان في نصب خيام لإيواء ألاف المهاجرين بجزيرة ليسكوس بعد حريق التهم أكبر مخيم للاجئين في البلاد قبل ثلاثة أيام من تغريب إلى تغريب وبوارق الأمل تذوي يوما بعد يوم الآلاف من طالب اللجوء أمضوا ليلة أخرى في العراء قرب مخيم موريا الذي دمره حريقان في جزيرة ليسكوس وحكومة اليونان تقف شبه عاجزة عن تقديم يد العون لهم الشرطة اليونانية التي منعت المهاجرين من الوصول إلى ميناء قريب عززت انتشارها الكثيفة على الجزيرة منذ أن أتت حرائق في وقت متقدم من الثلاثاء والأربعاء على أجزاء كبيرة من مخيم موريا وفي إشارة للإحباط المتزايد نظم المئات من المهاجرين وطالب اللجوء وقفة احتجاجية على الطريق بين مخيمهم المتفحم وبلدة قريبة للإعراب عن رفضهم لانتقال إلى مخيم جديد تقيمه السلطات اليونانية تحت أنظار عناصر شرطة مكافحة الشغب ودفعت محنة العائلات التي تقطعت بها السبل الدول الأوروبية الأخرى إلى عرض استقبال مئات من طالب اللجوء لا سيام الشباب غير المصحوبين بذويهم موريا وهو واحد من عشرات المخيمات التي يقيمت في اليونان بعد تدفق المهاجرين إلى أوروبا في عام 2015 كان يعاني من اكتظاظ شديد إذ يؤوي عدداً يعادل أربعة أضعاف قدرته الاستيعابية لطالما اشتكت اليونان من أن شركاءها في الاتحاد الأوروبي لم يفعل الكثير للمساعدة منذ أصبح إحدى البوابات الرئيسية التي يقصدها المهاجرون وطالبوا اللجوء عام 2015 وانهار نظام اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي تحت ضغط تدفق مئات ألاف الوافدين بحيث لم تقبل دول أوروبية أخرى سوى عدد قليل من اللاجئين تاركين الآلاف في المخيمات اليونانية رئيس الوزراء اليوناني كرياكس متسوتاكس طالب الجمعة بمشاركة أكثر فعالية من الاتحاد الأوروبي في استضافة آلاف من اللاجئين وأعلن وزير الداخلية الألماني هورتسي هوفر أن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ستستقبل نحو أربعمائة مهاجر قاصر لا يرافقهم بالغون ممن تم إجلاؤهم من جزيرة ليسبوس داعيان المزيد من دول اتحاد لاستقبال المزيد وتخفيف العبء عن كاهل اليونان ندد سرغي لافراف وزير الخارجية الروسية عقب لقائه في موسكو نظيره الصيني وعنكي بالتحقيق الذي تجري ألمانيا في مزاعم تسميم زعيم المعارضة الروسي ألكساندر نفالني أتمنى أن تتوقف هذه التصرفات السخيفة المتمثلة في التحقيق الألماني في تسميم ألكسي نفالني على ألمانيا حفاظا على دقتها أن تلتزم بتعهداتها بموقع باتفاقها مع الاتحاد الروسي نهيكم عن أننا مطالبوا بإقراء تحقيق بينما يصدف أن كل من كان برفقة نفالني ينتقل إلى ألمانيا شيئا في شيئا كل هذا مزعج للغاية ويؤدي إلى بعض الأفكار الخطيرة لذلك من مصلحة زملائنا الألمان كماية أسمائهم الطيبة وتقديم جميع المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تلقي على الأقل بعض الضوء على اتهاماتهم التي لا أساس لها من الصحة تماما حتى الآن ترجمة نانسي قنقر أعلن الدكتور خليد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أنه تم بالأمس الجمعة تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 17 حالة وفاء وقال الدكتور خليد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس هو 100708 حالات من ضمنهم 824073 حالة تم شفاؤها وخمسة ألاف وستمائة وسبعة حالات وفاء قالت جان كاستكس رئيس وزراء فرنسا إن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده يشير إلى تظاهر واضح استراتيجية فرنسا في مواجهة جائحة كورونا لن تتغير في الفترة الراهنة وسوف نواصل مكافحة الفيروس مع تجنب إصابة الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بالشلل وكذلك قدرة أطفالنا على تلقي التعليم وقدرتنا على العيش بطريقة طبيعية للأسف سوف يظل الفيروس باقيا لعدة أشهر قادمة وعلينا أن نتعلم كيف نعيش معه من دون أن نضطر إلى فرض عزل معمم في أنحاء البلاد أعدت فرنسا من جديد لتسجل أرقاما قياسية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد باقترابها من حاجز العشرة آلاف مصابة خلال 24 ساعة فقط ما دفع المسؤولين إلى اعتبار أن البلاد باتت تشهد تظاهورا واضحا في الوضع الوبائي أكثر من 40 مقاطعة فرنسية أي نحو نصف البلاد باتت مصنفة على أنها مناطق حمراء أي أن فيروس كورونا ينتشر فيها بصورة نشطة حسب ما أعلنت الحكومة الفرنسية ويثير الوضع العام في البلاد قلقا متزايدا مع ارتفاع منتظم لعدد الحالات المسجلة في الأسباع الأخيرة بإصابات بفيروس كورونا إلا أن الحكومة الفرنسية أعلنت أنها ليست بصدد تغيير الخطة الاحترازية المفروضة حاليا للوقاية من انتشار الفيروس وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت أنه سيتم إجراء اختبارات الفحص السريع والمعروفة باسم اختبارات المستضدات هذا الإسبوع في منطقة أيل دو فرنسا المصنفة بأنها منطقة عالية المخاطر وذلك بهدف الكشف عن إصابة الشخص بفيروس كورونا من عدمه خلال 15 دقيقة مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل مطاعم ومقاهي بيروت المتضررة من انفجار المرفأ المروع تعيد فتحة بوابها مشاهدين الكرام تلتقونا مع الأخبار الاقتصادية بعد الفاصل في الأقصر أعلن وزير السياحة والأثار خليد العناني عقب اجتماعه مع مستثمرين ومدير فنادق وممثلي السياحة الثقافية أن رحلات الفنادق العائمة ستستأنف عملها ابتداء من أكتوبر المقبل بنسبة إشغال تصل لخمسين بالمئة من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة في القاهرة قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن ما قيل بشأن تحديد سعر بيع الفائد من القهرباء لدولتي كبرس واليونان غير صحيح على الإطلاق وقال وزير الكهرباء محمد شاكر إنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر تصدير الفائد من القهرباء مشيرا إلى أن مصر لديها مشاريع قائمة للربط الكهربائي مع الأردن والسودان وليبيا بحث وزير البترول طارق الملة مع السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتي سبل تعزيز فرص التعاون والشراكة بين قطاع البترول والشركات الفرنسية وناقش الجانبان أيضا جود التعاون المشترك تحت مطلة منتدى غاز شرق المتوسط في ضوء طلب فرنسا رسميا للانضمام لعضوية المنتدى خفضت معدس الجمعة التصنيف الاعتماني لتركيا من بي وان إلى بي تو قائل أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وأن مصدتها المالية آخذ في التناقص وقالت وكالة التصنيف الاعتماني أنه مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الاعتماني لتركيا يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات لكن مؤسس أبقت على النظرة المستقبلية للبلاد أجداء سلبية أعادت مطاعم مقاهي العاصمة اللبنانية بيروت المتضررة من انفجار المرفأ المراوع فتح أبوابها بعد أكثر من خمسة أسابيع بعد مرور أكثر من شهر على انفجار بيروت المدمر عادت عدة مطاعم ومقاهي في أكثر أحياء المدينة تضررا للعمل مرة أخرى في الرابع من أغسطس انفجر ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت مما أدى إلى تدمير النوافذ والأبواب والقدران على بعد أميال وفي الأحياء التاريخية في الجميزة ومار مخايل يصلح العمال بعضا من عشرات المطاعم والمقاهي المتضررة لا لازم يفتحوا لأنه يعطوا حياة للعالم العالم ما ماتت ماتت من السترس ماتت من البسيكولوجي اللي عم تعيشها يومية من الحبس شو بدأ أكثر منك إذا الحدود كلها مسكرة ويعدين بها البلد مدمر ولا حياة ولا شي يعني أجادوا هذا الشعب اللبناني عنده حب الحياة يعني ما بعد إذا الشعبتين قدروا تحمل التحمل هذا أصفر الانفجار في الميناء عن مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة 6500 ووقوع أدرار بمليارات الدولارات لحقت أدرار بأكثر من 1400 نشاط اقتصادي من بينها مطاعم ومقاهي جراء الانفجار وفقا لنقابة المطاعم والمقاهي بينما تم افتتاح بعض المطاعم لا تزال هناك مناطق أخرى قيد الإنشاء والتجديد لإعادة فتح أبوابها للعملاء قريبا هلأ فيك تقول أنه مقصومة لنصين في عندك نص عم بيجي وبدو يرجع يعيش يرجع يظهر على المحلات اللي عم تفتح وفي عندك محلات بدا تفتح وترجع أنه تجيب الحياة على الجميزة وهيك وعندك نصتين شوية بعده كتير مأهور أن الدمار اللي صار وشوية ملاقيها مش أنه حلوة كتير أنه ستصير يظهر هلأ خصلاً من محلات بالجميزة حوالها كل الدمار فشوية مقصومة الخبية بس أنه في عالم عم تجري في عالم عم تجري بترجعات ونحن نفاتحين عم تجري بنرجع نستقبل عالم لا تزال العاصمة اللبنانية تعاني من الانفجار حيث شرد ربع مليون شخص قراء تأثيل الانفجار على المباني السكنية وختاماً لنشاطنا هذا تذكير بهم العلوين في تدوينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي السيسي يثمن خطوة البحرين وإسرائيل المهمة لإقامة علاقات ديبلوماسية وترامب يقول أن البحرين وإسرائيل اتفاقتاً على تضيع علاقاتهم ديبلوماسية تطبيعاً كاملاً مايك بومفيو يقول أن النزاع البحري بين اليونان وتركيا يجب تسوياته بطريقة ديبلوماسية وسلمية وصلنا مشاهدين إلى نهاية نشراتنا شكراً لحسن المتابعة إلى اللقاء كان معنا مزيع الإشارة على الدين السائد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر